إننا نخسر معركتنا ضد المجاعة هذا ما قاله مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية مارك لوكا أمام مجلس الأمن في جلسة سابقة ومؤخرا أكدت ليزا جراندي منسقة الشؤون الإنسانية أن اليمن يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم وأن نحو 75 من إجمالي السكان بحاجة للمساعدات الغذائية وأن عددا لا يحصى من اليمنين باتوا على شفير الموت يطول عمر الحرب ومعها تتوسع دائرة المعاناة كل يوم تزداد أرقام حالات الاحتياج للإغاثة الإنسانية وفقا لمنسقة الشؤون الإنسانية فإن طفلا من كل ثلاثة أطفال دون سن الخامسة يعاني من سوء التغذية بل إن في كل عشر دقائق يموت طفل متأثرا بسوء التغذية والأمراض لا هيك عن آلاف تتهددهم الكوليرا الأرقام مهولة والإحصاءات مخيفة ومنها أيضا أن ثمانية من أصل تسعة أطفال مصابون بفقر الدم وأن مليونا ومئتي ألف إمرأة في سن الإنجاب أو متزوجة مصابة بسوء التغذية ويقع الحال يشير إلى أن المجتمع الدولي يفشل إنسانيا في اليمن ولا يبدو أن تحسنا يحدث في ظل تزايد أرقام ضحايا الجوع مع استمرار العجز عن الوصول إلى ضحايا الحرب المحاصرين في مناطق الصرة ترجمة نانسي قنقر